اهلا بكم الى فقرة الصحافة لاستهلوها مع مجلة فورين بوليسي ومقال حول التغييرات الاخيرة في منطقة الشرق الاوسط وقالت كانت الامارات واسرائيل تتجهان ببطء نحو التطبيع في السنوات الخمس الماضية كل ما فعلوه الان هو نشر علاقاتهم علنا مع وعود بتطويرها بشكل اكبر في الخطوة حاولة الامارات اظهر انها حققت انتصارا شكليا لفلسطين ولكنها ادت ايضا وبشكل متوقع الى تهميش القضية الفلسطينية وتابعت على عكس المعاهدة بين مصر واسرائيل فان اتفاقية ابراهيم ليست معاهدة سلام كون الامارات واسرائيل لم يكون في حالة حرب ابدا كما انها لا تمثل تحولا في الواقع الاقليمي حيث ان اسرائيل والامارات شركان استراتيجيان منذ فترة طويلة للولايات المتحدة ويتفقان في العديد من الملفات في المنطقة اسام ابو ارشيد كتب في صحيفة العرب الجديد مقالا بعنوان حقيقة الدور الاماراتي في المنطقة وقال ثم تمهو اخطر ويتعلق بالاطار الاعم والاشمل للدور الذي تلعبه الامارات عربيا واسلاميا والدرج ضمنه الاتفاق الذي يجعل من محاولة اعادة صياغة المنطقة دينيا وثقافيا وتعويم ويتها وتفكيكها واعادة تعريف مصادر التهديد فيها هدفا اسمى له واضاف في السياق الاوسع تميط وثائق ويكليكس الامريكية في جانب منها لثام عن جهود بن زايد وبطانته منذ عام 2007 لتسويق الامارات لدى الامريكيين دولة معتدلة في المنطقة مقابل السعودية المحكومة بمذهب فقهي متشدد أختم قائلا تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل سيعزز الترابط بين اثنين من أكثر الشركاء الامريكيين موثقية وقدرة وبالتالي ستتمكن الولايات المتحدة بمساعدة الطرفين من إطلاق أجندة استراتيجية للشرق الأوسط وذاهيل الامريكية نشرت مقالا في الإطار نفسه وتطرقت إلى الواقع الفلسطيني من جراء هذا الاتفاق وقال على الرغم من محاولة إظهار تعليق عملية الضم في الضفة الغربية على أنه تنازل للإمارات إلا أن إسرائيل ستواصل توسيع مستوطناتها في السنوات المقبلة على غرار العقود الماضية ولحماية هذه المستوطنات سيواصل الجيش الإسرائيلي احترال الضفة الغربية مع أو بدون التعاون الأمني الفلسطيني فاعتبرت أن صفقة بين الإمارات وإسرائيل تقلل من الفرص الشبه معدوم أصلا للفلسطينيين في قيام الدولة ومع ذلك يمكن للفلسطينيين أن يرسموا مصيرهم من خلال إعادة ضبط قيادتهم وتجديد الرؤية واستعادة السيطرة على زمام أمورهم في المفاوضات صحيفة وولد ستريت جورنال أمريكي تابعت قضية المعارضة الروسي نافالني وإمكانية تعرضه للتسميم على يد النظام على غرار الكثير من منتقدي بوتين وقالت وقع السيد نافالني تناسبه مع قائمة الاستهداف فهو كشف سابقا عن ملفات فساد حساسة بين النخب الروسية واستطاع جذب ملايين المؤيدين لمواقفه في جميع الحال البلاد كما أنه تعرض سابقا للاعتداء والاعتقال ومنعه من الترشح للرئاسة وأضافت الاعتداء وعلى المعارضة الروسية تزامن مع القلق الذي يعيشه بوتين من جراء الثورة الشعبية في بيلاروسيا المجاورة إلى جانب استمرار الاحتجاجات المناهضة لبوتين في أقصى الشرق الروسي وهو مشهد نادر الحدوث في المنطقة ختاما عود إلى نشرة الأخبار اشتركوا في القناة